اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل أيام وفي زحمة الحاديث عن أرباب العملية السياسية عن علاقة أمريكا وإيران والحكومة الجديدة وحكومة محمد الشياء السوداني وكيف السياسات الذكية وكذا بهذا الاتجاه تحدث رئيس الوزراء الحالي محمد الشياء السوداني عن هذا الموضوع أيضا وقال بالنص علاقتنا مع إيران أقرأ لكم نص حديثة قال علاقتنا مع إيران والولايات المتحدة تندرج من إطار عدم التدخل في الشأن الداخلي وعدم التدخل أو التأثير على القرار الوطني السيادي ونحن لا نريد لبلدنا أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ولسنا طرفا في محور ضد الآخر طيب أولا السياسات لا تبنى بالأماني وبالأحاديث والتصريحات الرنانة والمنمقة والملمعة هذا واحد الثانية أنتم هل تدخلون في شؤون أمريكا وإيران؟ هل تستطيعون تدخل كحكومة عراقية وكعملية سياسية؟ هل تستطيعون التدخل في شؤون أمريكا وإيران؟ أنا أؤكد لك والشعب العراقي أؤكد لك أنكم لا تستطيعون ذلك وهذا جواب قاطع لا يحتاج لا إلى دليل ولا شريح ولا تعليل رابح هذا هم من جاءوا بكم هم من أسسوا هذه العملية السياسية هم من يرعوكم هم من يحكمكم هم من يتغولون في العراق ولستم سواء أو جراء لديهم وهذا واقع الحال يجب أن تعترفوا به والعالم كل يعرفه نقطة ثانية هل أنت تقول أننا لا ندخل في الشيء الداخلي وعدم التدخل أو تأثير على القرار الوطني السيادي هكذا تقول هل أن أمريكا وإيران يتفقون معكم في هذا الموضوع يعني يعني لا مفرضنا أنتم يعني مخلصون لهذا الموضوع ومقتنعين بمبدأ عدم التدخل في شون الآخرين هل هم لا يتدخلون فعلا في شون الثراق هل هذا الحقيقة يعني هل تريدون أن تقنع الشعب العراقي أن إيران وأمريكا لا تدخل في العراق ولا تسير العراق مثل ما تريد النقطة الثالثة تحدثون أنتم عن عدم التدخل أو التأثير على القرار الوطني السيادي هل أن في العراق قرار وطني فعلا وسيادة فعلا موجودة إذا كان العراق به قرار وطني وسيادة على الأقل قضية الدولار الآن والتحكم به بطريقة اللي ووضعكم الآن يدلل على أنتم لا تمتلكون السيادة ولا تمتلكون القرار الوطني ولا تمتلكون أي شيء أنتم تلتزمون بالإطار يعني الإطار الحاكم هذا من أحزاب الميليشياوية قواها التي شكلت الحكومة تلتزم بالإطار الإيراني ومصالح أول هذا وقع الحال ومصالح العراق تأتي فيما بعد وربما لا حد يفكر بها وليس العراق مصالح المصالح الإيرانية أولا واخيرا وقضية الدولار وغير الدولار والتصديرات وتحول العراق إلى بلد مستهلك زراعته وصناعته وكل شيء يعتمد على إيران هذا واضح لماذا؟ وبالتالي من لا يمتلك قدرات الاقتصادية في زراعته لا يمتلك الاتفاء الذاتي على الأقل في غذاء شعبه لا يستطيع أن يكون مستقلا لأن كل الأمور تؤثر عليه أنتم أوصلتم العراق إلى أنه يعتمد على كل شيء شعبه لا يمتد شيئا وخلته ست ملايين موظف ما عرفه شقد بالوظائف تطهم رواتب سبعة إلى سبعة ونص مليار دولار شهريا وهذا بعد تخفيض الدولار مقابل الدينار مصيبتكم مصيبة في قضية الموازنة ستضطرون إلى الاقتراض من الخارج والقروض تزيد الخارج أو الداخل والقروض تزيد على العراق وقروض سيادية هذه يسموها وعلى الشعب العراقي أن يدفعها عموما هذا موضوع آخر يعني هل السؤال الذي يطرح نفسه أيضا هل إذا ما أردتم شيئا يصبح واقعا يعني هل إذا ما أرادت الحكومة العراقية شيئا من إيران وأمريكا يصبح واقعا وإيران وأمريكا تنصاعان لما تريده الحكومة العراقية والعملية السياسية بمعنى أنتوا لا تريدون العراق ساحة لتصفية الحسابات هل ينصعونهم ولا يجعلون العراق ساحة لتصفية وإذا ما حصل وأصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات ماذا أنتم فاعلون وهل هو فعلا ساحة ليست لتصفية الحسابات أقل أذكرك بالصواريخ التي تطلقها إيران على مجمعات تقول هذه إسرائيلية وتضرب صواريخ على قواعد تقول فيها أمريكان وأنتم يعني لا تردون ولا تقولون شيئا هذا واقع الحال وقتل واختيالات ومشاكل ومصائب وتهديدات إيرانية وكلما زعلت إيران كلما تعقلت الأمور في مباحثاتهم مع إيران تتحرك الميليشيات بشكل أو بأخر ضد أمريكا وأمريكا تتحرك ضد إيران وقضية الدولار هي الجديدة لماذا الآن أمريكا أقامت الدنيا ولم تقعدها بهذا الموضوع ما هو جزء من هذا الصراع على الساحة العراقية وتحويل العراق إلى ساحة صراع وهل أنتم فعلا طرف يعني في محور ضد آخر أنتم لستم طرفا في محور ضد آخر ما هو لماذا إذن يعني تعبث الميليشيات الإيرانية في العراق تحكم به إذا أنتم مطرف إيران ماذا تقول تتحكم الميليشيات وهي حاكمة للعراق لماذا تهربون العملة الصعبة لماذا يهربون العملة الصعبة إلى إيران إذا أنتم ممكن تطرف الكلام يجب أن يكون منطقي يجب أن يكون معقول لكي يعني يضموا الشعر العراقي يقبل به النقطة الأخرى هو من يؤسس الحكومة العراقية طوال هذه السنوات من عام 2003 لحد الله من يؤسسه ما هو هذا التخادم الإيراني الأمريكي هو الذي يؤسس هذه الحكومة والحكومة التي لا ترضى عليها أمريكا واشنطن ولا ترضى عليها طهران لا تؤسس وبالتالي كل حكومة مع الصراعات ومع الكلام ومع التصريحات ومع التعنت وبالتالي يتم الاتفاق بين السفير الإيراني والسفير الأمريكي على تشكيل الحكومة وتعلن الحكومة وتؤيدها واشنطن وتؤيدها طهران هذا واقع الحال وإذا كان الأمر عكس هذا لماذا قاسم سليماني كان قبل ما يقتل يدور بين الأحزاب قبل الانتخابات والقوى الشيعية ما يسمي البيت الشيعي ويتحدث معهم ويجتمع معهم وراء قآني يجتمع مع الأحزاب والقوى وكل مشكلة يأتي قآني طيب هل يحق لكم أنتم كأحزاب وقوى وأنتم شيعة ماشي قوى الشيعية ومتون تقولون أننا انتمائنا لإيران عقائدي طيب القوى الشيعية التي تنتمي لإيران بالعقيدة هل يستطيع أحد منهم أن يذهب إلى إيران في انتخابات أو في مشكلة ويتدخل مع الأحزاب الإيرانية والقوى الإيرانية ويجتمع بالمسؤولين بدون أن يبلغ الحكومة ما هذا يحدث في العراق إذن من يملك مفاتيح الحكم في العراق هل أنتم معا هذا الطرف أو ذاك الطرف إذن أنتم منحازين جزء منكم منحازل هنا وجزء منكم منحازل هنا والصراحة للساحة واضح جدا يعني الحقيقة نهاية هذا الحديث على رئيس الوزراء وعلى كل من في العملية السياسية لا يرعبوا بالألفاظ بعد 20 سنة من واقع مزري ورث ومحاولات التفضيل والتقريب شهد الشعب العراقي الكثير من هذه المحاولات وصل إلى حالة من الإشباع من التقيئ بدأ يتقيئ هذا الحديث لا يقبله الآن عرف كل هذا الكلام وهذا كلام ليس جديدا هذا شيء من 2003 و2045 ونفس الكلام تكرروا وتتصورون أن الشعب العراقي سيضمهم الشعب العراقي ما عاد يضم هذا الكلام من يتحدث يجب أن يتحدث في منطق وعقلانية وحقيقة لا يكذب ولا يضلل وبالتالي يرى أن الناس تتقبلهم لا تتقبلهم أما الحديث بهذا الشكل وهذه الرؤية ويحاول أن يقنع العراقيين بهذا الكذف غير مقبول وغير حقيقي ولا يمكن قبوله ووقت هذه الحلقة قد انتهى عزاء المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة